مرحبا بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض كوكيز سكيلت او اللي هو كوكيز القلاية طيب شو بفرق كوكيز القلاية عن الكوكيز لكل حب لحال رح نحكي بهذا الفيديو اكتر تفاصيل عن هذا الموضوع حبيت اعملكم اياه باللوتس بس تقدروا طبعا تغيروا نكهات زي ما بدكم برضو رح احكي لكم كيف بدي افرجيكم بس القوام والدوبان والسيحان ضروري واجباري تجربوا هاي الوصفة عن جد رح تحبوها يعني هذا وعد مني لالكم كتير زاكية فاذا حابين تعرفوا الوصفة تابعوا معي بهذا الفيديو بس قبل ما نبلش بالتفاصيل اذا لسه مش مشتركين بقناتي اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل فيديو جديد بنزله وهلأ خلونا نبلش بالوصفة اول اشي عنا الزبدة رح احطها على نار متوسطة بطنجرة تكون مرتفعة ويستحسن لون هيكون فاتح قدر الامكان تمام عشان نقدر نميز اللون شو بدنا نعمل بالزبدة هادي بدنا نعملها براون بوتر او زبدة بنية او لها اسم تاني بسموها هيزلنط بوتر اللي هي زبدة البندق ليه لانه لونها بني رح نحول لونها لبني ورح يصير ريحتها زي ريحة المكسرات او اللي هي زي ريحة البندق فريحتها كتير طيبة وهذا الاشي رح يأثر على طعم العجينة بالاخر يعني ما رح نستخدم زبدة لينة زي كل الكوكيز لا احنا رح نكرمل الزبدة تمام هلا شو اللي بيصير احنا على النار متوسطة اول اشي بتدوب كل الزبدة طبيعي بعدين بتبلش جزيقات الحليب اللي جوه الزبدة تنحرق او تتكرمل جوه الزبدة زي ما شايفين بهذا الشكل بتصير تنزل للقاع وبتعطي لون بني وبصير يتغير لونها هلا احنا ما بدنا نطول كتير عن النار عشان ما تنحرق وتعطي طعم مرار احنا بس يصير طلعوا كيف هادا اللون نوصله عشان هيك بقولكم ضروري الطنجرة تكون فاتحة او اللايل بتشغلوا فيها فاتح عشان نميز اللون بنصفيها وشايفين هاي هي جزيقات الحليب اللي انحرقت هلا فيش فات بحبوا يصفوها تماما للزبدة البنية بحيث انه ما يضل حتى هاي الجزيقات الحليب اللي تكرملت بالقاع يعني بستنوا عليها تركض وبعدين برجعوا بصفوها مرة تانية وفيش فات بحبوا يحطوها زي ما هي انا اشي بالنص يعني بصفيها وهي سخنة وعادي هذا بستخدموا اللي بنزل اوردي مع الزبدة البنية بتركها عجنب تبرد بحرارة الغرفة وهلا بحط المكونات الجافة على بعض عندي تحين متعدد الاستعمالات عندي ملح وعندي بيكينج سودا وعندي بيكينج باودر بس بحطهم على بعض وبحركهم باستخدام الويسك لا يتتنخلوا هيك سوا ويتحركوا يختلطوا سوا وبترك الخليط على جنب هلا هنا الزبدة البنية بعد ما بردت بحطها وبعدين بحط عليها سكر بني رطب ضروري سكر بني رطب ما بيصير سكر ابيض وما بيصير سكر البني لحبيبات عشان يطلع معانا القوام مضبوط يعني هون التبديل رح يأثر كتير على النتيجة فرجاء لا تبدلوا بس رح احركهم بالويسك عبل ما احس انه بطل عندي سكر لحال وزبدة بنية لحال رح يصير عندي بهذا القوام ممكن يصير عندكم سائل اكتر من هذا القوام او اجمد اكتر بناء على الديت بخر من الزبدة اثناء ما اشتغلتوا فيها تمام بس هذا عادي وطبيعي هلا رح احط البيض والفانيلا لازم يكونوا بحرارة الغرفة طبعا عشان احنا بدناش البيض يستوي عشان هيك احنا الزبدة البنية لازم تكون بحرارة الغرفة تمام فهلا بحط البيض والفانيلا وبحرك بس باسبعتيولا اتأكد انه السكر كله ياته داب صار عندي خليط متجانز زي ما شايفين هيك طلعوا كيف صار عندي كله مندمج مع بعض كأنه وحدة واحدة هلا هيك اوكي بضيف عليه المكونات الجافة اللي خلطناهم قبل شوي وبس بحرك عبل ما يصير عندي عجينة لينة العجينة ما رح تكون ماسكة كتير شادة ولا رح تكون كتير سائلة رح افرجيكم هلا كيف قوامها فبس هون مجرد عملية تحريك بتقدروا عفكرة تستخدموا الهاند ميكسر اذا حبين اللي هو الخفاء اليدوي هات تبع الكيك بس عادي بتقدروا عادي بالسباتيولو بطلع معكم تمام طلعوا كيف قوام العجينة هيك بالنسبة للي تمام هلأ رح احط عليها بوتر سكاتش تشيبس هدولة طعمهم بوتر سكاتش اللي هو طعمهم سكر بني هيك على يعني طعمهم رائع فحضط لكم الباكيت عشان تجيبوهم طبعا بتقدروا تحطوا اي نوع تشوكولت تشيبس حبيينه بتقدروا وايت تشوكولت تشيبس ملك اللي حبيينه بس هادا كتير بلبق مع هاي النكها اللي رح نعملها اليوم هلأ بس بوزعهم بالسباتيولا عبل ما يتوزعوا لكل العجين وبترك العجينة على جنب نيجي لنجمة الوصفة اللي هي السكيلت اللي هي القلاية رح نستخدم القلاية حديد زهر المادة المصنوعة منها هاي القلاية هي حديد زهر تمام الفكرة فيها شغلتين اول اشي انها هي ما يعني ما فيها اشي بنحرق بالفرن هي امنة لدخول الفرن تمام يعني مش بلاستيك او كزا او ايدها او هيك فننتبه لهاي المعلومة كتير كويس الشغلة التانية انها بتحتفظ بالحرارة لاطول وفترة ممكنة فبالتالي احنا منقدم الكوكيس دافي وبهاي الاثناء بتضلها عجينة الكوكيس جواها حتى بعد ما تخلص خبز بتضلها تستوي من الاطراف الملامسة للقلاية فبتطلع عندي بتقرمش يعني تطلع هيك كريسبي فهذا الاشي المميز به هاي القلاية بتقدر تستخدمه عادي صينية الامنيوم بتقدر تستخدمه بايريكس بس نتيجة الكاست ايرون اللي هي هاي القلاية مختلفة تمام هلأ شو رح اعمل رح ادهنها زبدة بتقدر تدهنوها زيت بس الزبدة قلبك كتير مع الكوكيس عشان ما تلزق بدهنها من كل الشقات بس بهاي الطريقة بعدين بحط فيها كل عجينة الكوكيس اللي عملناها طبعا اياسي القلاية مكتوب بسندوق الوصف عشان تكونوا عارفين قديش الحجم المناسب اذا حابين جيبوها تمام فبس رح اوزعها هلأ كلياتها باستخدام الافست سباتيولا او اللي سباتيولا المنحنية او معلقة او اي اشي بحيث انو يكون تقريبا هي متساوية من كل الشقات لانها عجينة تقيلة اوكي هيك بالنسبة اللي تمام بكون محمية الفرن على 180 درجة مئوية بتقعد 15 دقيقة ممكن تقعد 17 دقيقة حسب فرنكم يعني حسب الحرارة عبل ما تتماسك الاطراف وتحمر وبعدين النص طبعا لازم يضلوا طري رح افرجيكم كيف اصلا هي بترتفع بالفرن طبعا هذا المنظر خلاب بالنسبة اللي كتير بحب هذا المنظر حبيت احطلكم اياه هلا بس تطلع بحطها عشبك تبريد وهي سخنة بحط عليها شوية هيكا تشيبس من اللي حطيتهم جوة العجينة نفسها عشان يعطيني منظر ولاني حاب اعملها باللوتس كسرت بسكوت لوتس وغرزته فيها طلعوا هي قديش طرية العجينة هذا اول ما تطلع من الفرن تمام فبس بكسرهم بهذا الشكل بتقدر تحطوا اذا حابين تعملوها بنكهة تانية بتقدر تحطوا جالكسي مثلا الاطع بس تنخبص دغري هيك بتسيحها للعجينة او اي نوع شوكولاتة حابينو وهلا هيك سكوب آيس كريم فانيلا جاهز بتقدر تحطوا شوكولات اذا حابين فزي ما حكتلكم تقدر تحطوا الآيس كريم تكون شوكولات مش انها فانيلا ورح احط هلا بس خطوط من اللوتس بعد ما دوبتها عشر ثواني بالمايكرويف ورح ازيمي بس كوتة لوتس وهيك صارت عندي جاهزة بتتقدم وهي بتقدروا سخنة بس تدفى شوي بتكون افضل عشان تقدروا تكلوها وهيك ما تلسعكم تحسوا بالطعمات افضل هيك بتكون خلصة وصفة اليوم بتمنى تكون عجبتكم الفكرة منها شغلتين اول اشي الزبدة البنية وتأثيرها على العجينة رح تطلع معكم عجينة كوكيز رهيبة جدا زائد الفكرة من القلاية انها اول اشي بتريح بتمندوها كلها مرة واحدة وبتعملوها مرة واحدة زائد انها بتعطيني الخواص اللي قلتلكم اياها الاطراف المقرمشة من جوه طري زي ما شايفين فهي هاي الفكرة من هاي الوصفة بتمنى تكونوا حبيتوها هيك بيكون وصلنا لاخر فيديو اليوم لنهايته اذا حبيتوا الوصفة حطولي لايك وكمنت برأيكم ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم بشوفكم اخير ان شاء الله بوصفات جاي ويعطيكم العافية